تابع اليوم السابع في كل مكان مساء الخير وأهلا بحضراتكم معنا في تغطية جديدة من داخل صالة تحرير اليوم السابعة يعني وسط هذا الزخم الكبير من مسلسلات دراما رمضان وانشغال الكثير من المتابعين ومحبي الفن في مصر والوطن العربي بالمسلسلات ومتابعات أحداث المسلسلات رحل الفنان محمد إشطى فيه هدوء تام النهاردة وفي تصريح لبنته قالت أنه تم دفن جثمان والدها في بانها وإن من مقرر أن يتم إقامة عزاء الفنان الراحل محمد إشطى أمام منزله في منطقة الشرابية طبعا كلنا بنقدم تعازي لأسرة الفنان محمد إشطى والبنته تحديدا على وفاة والدها بعد الصراع طويل مع المرض الحقيقة أن الفنان محمد إشطى هو واحد من الوجوه المعروفة بشكل كبير الجمهور في مصر والوطن العربي يقدم العديد من الأعمال سواء في السينما أو في التلفزيون يمكن البعض ممكن يكون ما يعرفش اسمه بشكل شخصي ولكن وشه ووجهه مألوف جدا لكل جمهور في مصر والوطن العربي الفنان محمد إشطى كان عانا من تطورات كبيرة على المستوى الصحي قبل وفاته بفترة إلى أن توفى النهاردة وتم دفن جسمانه في بنها ومقر مقابر الأسرة أو أسرة مدافن الأسرة وهيتم إن شاء الله غدا أو اليوم الأحد تلقي واجب العزاء أمام منزله في منطقة الشرابية دكتور أشرف زكي نقيب المهن تمثلية كان أصدر نعي وفي تصريحات خاصة باليوم السابع قال إن هو الفنان توفى بعد رحلة صراعة كبيرة مع المرض وإن العزاء هيكون في منطقة الشرابية الفنان محمد إشطى عنده العديد من الأعمال المهمة واللي قدمها خلال مسرته الفنية هنتناول منها طبعا عدد من الأعمال هو بدأ مشواره الفني في سن متقدم تقريبا في بداية الألفية التانية وهو كان كثير أو كثير النشاط في الأدوار السنوية في مجال السينما ومفصلات التلفزيونية غالبا الفنان محمد إشطى كان بيقدم دور الأب أو التاجر في الأعمال وطبعا من أهم الأعمال اللي شارك فيها كان فيلم أيام السادات في سنة 2001 وأنا مش معاهم وإحنا تقابلنا قبل كده والرجل الغامض بسلامته وشارك كمان في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل إمام الدعاء في 2003 وطيارة ورق في 2008 ومزاج الخير في 2013 أما آخر أعمال الفنان محمد إشطى كان مسلسل قوت القلوب للمؤلف محمد الحناوي المخرج الكبير مجدي أبو عميرة وكان المسلسل من بطولة مجد زكي وخالد زكي محمد أنور إسلام جمال صهر الصايا رانيا فريد شوئي كارولين خليل هايدي رفعت فراس سعيد ومجموعة كبيرة جدا من الأعمال طبعا من الفنانين منهم طبعا فنان أحمد حلاوة سامي مغوري وكان مدير تصوير هيسن ناصر ومن تأليف محمد الحناوي ومن أخراج طبعا المخرج الكبير مجدي أبو عميرة أو كان المسلسل من إنتاج شركة سينيرجي هستعيد مرة تانية مع حضراتكم مسيرة الفنان محمد إشطى واللي غادر العالم أو غادر دنيانا النهاردة السبت وتم دفن جثمان الراحل في مقابر الأسرة في بنها وإن شاء الله من المقرر أنه يتم تلقي واجب العزاء في الراحل النهاردة الأحد بعد صلاة العشاء طبعا زي ما حدراتكم شايفين على الشاشة هتلاقي الفنان محمد إشطى بيشارك عدد كبير من النجوم في لقطات تسكرية لتقطها قبل رحيله من خلال أعماله الفنية هنلاقي شغله مع محمد سعد هنلاقي شغله مع مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين وزي ما قلت لحضراتكم يمكن الفنان محمد إشطى اسمه ما هواش معروف بشكل كبير ولكن شكله وسورته وأداءه وأعماله باقية هو الفنان محمد إشطى اللي رحل قبل ساعات قليلة في شهر رمضان المبارك طبعا بنقدم كل التعازي لأسرته وكل التعازي لجمهوره اللي بيحبه ويمكن متابعين مع بعض عبر صفحات اليوم السابع على السوشال ميديا أداءه في حالة حزن جديدة جدا على رحيل الفنان محمد إشطى وأداءه في تفاعل كبير كل الناس بتدعيله بالرحمة والمغفرة خاصة أنه هو توفى في شهر رمضان شهر القرآن الفنان محمد إشطى هعيد لحضركم مرة تانية أداءه هو كان شغوف بالعمل في مجال السينما والتلفزيون وشارك فيه أعمال كتير جدا قدم فيها الأدوار السنوية أو الأدوار التانية ويمكن الأدوار التانية لا تقل أهمية أبدا عن الأدوار الأولى أو أدوار البطولة اللي ممكن يكون فيها نجوم كبار بيقدوا الأدوار دي أو بينجحوا أو بيبيع أو بيطيم تسويق الأعمال دي على اسمهم أهمية كبيرة جدا للأدوار السنوية وأهمية كبيرة جدا للأدوار التانية اللي ممكن تكون بتشارك فيه الأعمال الفنان محمد إشتا هو ممثل مصري وبدأ مشواره الفني في سن متقدم من بداية الألفية التانية وهو كان كثير النشاط في الأدوار السنوية في السينما والتلفزيون وكان دايما بيقدم أدوار الأب أو الرجل الطيب بمعنى أشمل وشارك فيه السينما في أفلام زي أيام السادات سنة 2001 وأنا مش معاهم وإحنا تقابلنا قبل كده سنة 2008 والراجل الغامض بسلامته سنة 2010 وفيه مشاركاته التلفزيونية شارك فيه مسلسل إمام الدعاء في عام 2003 وطيارة ورق عام 2008 ومزاج الخير عام 2013 وزي ما قلت لحضراتكم كان آخر أعماله هو مسلسل قوت القلوب للمؤلف محمد الهناوي والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة وكان بيشارك فيه بطولة مسلسل مجد الزكي وخالد زكي ومحمد أنور إسلام يمال، صهر الصايا، غرانيا، فريد شوقي، كارولين خليل وعدد كبير من النجوم منهم أيضا فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانة شام، وأحمد حلاوة، وسامي مغوري وطبعا التأليف للأستاذ محمد الحناوي والعمل كان من إخراج المخرج الكبير مجدي أبو عميرة ومن إنتاج شركة سينيرجي اللي بتنتج مجموعة كبيرة جدا من الأعمال والموسم الدرامي القالي له مجموعة كبيرة جدا من الأعمال لشركة سينيرجي من أهمهم أو من أضخمهم هو مسلسل الحشاشين هعيد برضو لحضراتكم مرة تانية أن النهاردة أو إمبارح السبت تم دفن جثمان الفنان محمد إشتا في بنها وسط أسرته وعائلته وإن شاء الله النهاردة الأحد زي ما بنته قالت حيتم إقامة أو تلقي واجب العزاء أمام منزله في منطقة الشربي الفنان محمد إشتا واحد من أهم الفنانين اللي قدموا أدوار سنوية أو أدوار تانية ولكن طبعا محدش يقدر يغفل أهمية هذه الأدوار ومشاركته في السينما والدراما وقدي إيه كان بتمتع بسمع طيبة في الوسط الصحفي وحتى كمان في الوسط الفني وقدي إيه كان علاقته طيبة بالعديد من الفنانين محمد إشتا زي ما قلت لحضراتكم على السوشيال ميديا بعد الإعلان عن وفاته بدقائق قليلة جدا شفنا قدي إيه فيه سيل كبير جدا من الترحم عليه وتقديم واجب العزاء لأن زي ما قلت لحضراتكم هو واحد من الوجوه المحببة للجمهور على الشاشة ومشاركاته كانت كثيفة جدا وكثيرة جدا في مجال السينما والتلفزيون ويمكن زي ما حضراتكم شايفين بنستعرض مع بعض مجموعة من الصور هنلاقي صورته مع آيات نصار مع الفنانة ليلة عز العرب مع مجموعة كبيرة جدا من النجوم نشوف دولاتي صورته مع محمد سعد برضو كان مشارك في أدوار تانية وأدوار وممكن تكون أدوار سنوية ولكن بتصيب بصمة لدى الجمهور خليكم معنا وتابعونا من صالة تحرير اليوم السابع هنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة أهم تطورات الأمر وهنعرف مع بعض تفاصيل أكتر عن الحالة الصحبية اللي تسببت في وفاة الفنان محمد إشتا وخلونا جميعا نتقدم بواجب العزاء لأسرته والزوية والكل محبي في مصر والوطن العربي وكل زملائه الفنانين في مصر والوطن العربي شكرا جزيلا